عاش مقال عاش تيامك عاشت الكويت عاشت استورها و شعبها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن وعله وعلى صحبه أجمعين في البداية سجل شكري و تقديري للأخوة المعتصمين ووجه رسالتي لهم من خلال الديوان العم رحمة الله عليه خالد المضف واشكر واشكر للأخم هلهل المضف على هذه الدعوة اللي مكنني من شرف البقوف أمام الأمة لكي أتحدث عن هموم الأمة فاسمحوا لي أن أوجه رسالتي إلى الأخوة المعتصمين وقلهم منكم اليوم تنوبون عن الشعب الكويتي بإرسال رسالة واضحة المعالم تقرأ بكل لغات العالم الحية أنتم صدرتم هذه الرسالة فهنيعا لكم هذا الشرف وأنتم أيضا وأنتم أيضا ترسمون نيابة عن الشعب الكويتي صورة مشرقة لا يمكن لأي أمة متحضرة متمدنة في هذا العالم المتقدم إلا أن تقف أمام هذه الصورة وقفة إجلال وتقدير فهنيعا لكم هذا الشرف لقد تقدرتمونا كشعب الكويت في هذه الوقفة في هذه الوقفة الشامخة في سلوك مدني متحضر شامخ يدور في فلك الدستور دفاعا عنه وفي إطار أروقته فأنتم اليوم أنتم اليوم المسيرة وأنتم اليوم صدى لهؤلاء الرجال الذين وضعوا الدستور نتيجة تضحياتهم وتلاحمهم فبالفعل أنتم صدى لذلك الصوت العطر على هؤلاء الرجال الذين قدموا التضحيات تروى التضحيات حتى توجت بصدور الدستور عام 62 الذي نقف نحن اليوم وأنتم في المقدمة للدفاع عن هذا الدستور فكنتم نعمة صدى لذلك الصوت الشجيد وأقول كما قال شاعرنا إنكم تمثلون بموقفكم هذا وإنجاز التعبير في أبيات من الشعر لشاعر الوطن وليد القلاف بأن هذه المسيرة التي أنتم ترسمونها وأن الصدى الذي أنتم تمثلون للآباء والأجلال فهي مسيرة حب لانقضاء لها ولا بغير رؤاها يصبح الموت مولدا نموت نموت وتبقى نموت وتبقى سرك متأصلا بأبنائنا حتى يعود مجددا وأطول من أعمارنا حبك الذي يبقى على مر الزمان مخلدا مضوا 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 العباء رحمة الله عليهم مضوا مضوا العباء رحمة الله عليهم ولنا في خيرهم خير منهج فأنعم بهم صوتا وأكرم بكم صدى فقد كنتم نعم نعم كنتم خير الصدى ولا زلتم والآن بعد أن هذه الرسالة المتواضعة التي أقل ما يمكن أن يقال بحق أخواننا فأنني أنتقل إلى تشخيص الواقع اللي نعيشه اليوم واللي سأتجه حقيقة مباشرة ودون مواربة وباختصار وباختزال وبابتسار إلى الهدف مباشرة نحن نحن لا نعاني من نصوص دستورية وأن كنا وأن كنا كما قبلها الأباء والأجداد المؤسسون بأنها الحد الأدنى ولكن يبقى هذا الحد الأدنى مطلب لنا يبقى هذا الحد الأدنى مطلب لنا لكي يمنح الفرصة الكافية من التطبيق لكن للأسف وقولها أن ما يعانيه الدستور الكويت هي حالة من التربص المستمر نعم حالة من التربص المستمر حتى قبل صدوره وإثناء صدوره وكل متابع كل قارئ منصف لأعمال لجلة الدستور أو في المجلس التأسيسي يجد تلك المناخضة لكن تبقى أعمال تبقى أعمال في إطار اللجان والدستور لكن عندما صدر الدستور وعندما وضع المغفور له عبدالله السالم بصفت عليه مع الآباء المؤسسين وأصدروا شهادة بيلاد الكويت الديمقراطية أهنذاك كان علينا ولزاما أن نحترم القسم ونقف عند قسم ونحترم مواد الدستور 183 مادة من أول مادة حتى ختامها هذا هو الالتزام لكن حالة التربص والتقصد استمرت بصور شتى تربص مباشر واضح في تزوير مفضوح وانقلاب على 76 وانقلاب 86 والمجلس الوطني وغيره وغيره وهذا تربص واضح وبطريقة مباشرة لكن هناك الضرق الغير مباشرة الضرق الغير مباشرة تظهر لنا بين الفينة والأخرى هدفهم هو الاستحواذ هدفهم هو الاستحواذ على إرادة الأمة هدفهم هو إيصال نواب يمثلون في الظاهر الأمة ولكنهم في الحقيقة يمثلون مصالح أطراف في السلطة ولذلك ولذلك هذه الحالة من التربص استمرت بأشكال عدة بشكل غير مباشر تتم بين فترة والأخرى محاولة إعداد المسرح في قاية مجلس الأمة الاستيلاء على هذه الإرادة الصراع هو صراعا على هذه الإرادة الصراع هو صراع يدور حول القرار الاستيلاء على هذا القرار الاستحواذ على القرار الشعبي الاستحواذ على قرار الأمة وحنا نقول لهم دعوا قرارنا لنا حنا الآن ننازعكم قراراتكم حنا لا نقبل أن ننازعكم على قراراتكم حنا نلتزم بالمادة خمسين بالدستور ولا نقبل أن نتدخل بأعمالكم وفي نفس الوقت الآن نقبل أن تدخلوا أيضاً أنتم بأعمالها إرادة الأمة التي عجز المحتل العراقي عجز المحتل العراقي أن يستهيمن عليها ويستحوذ عليها لا تعتقدون أن الشعب الخويتي والله نستأنف نستأنف حديثنا بعد أن توقفنا لبرهة يسيرة ونقول فنقول أن الصراع الصراع يدور حول إرادة الأمة والاستلاع على هذه الإرادة باختصار هذا هو الصراع باختصار هذه هي المعادلة التي تدور حولها كل الأحداث والمنعطفات لذلك 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 هذا الصراع أدى بنا إلى هذه المعطفات أريد أن أتكلم عنها هي تلك الرسالة المدوية التي جاء بها الشعب الخويتي في خمسة نعش تلك الرسالة تلك الرسالة التي كانت تحمل معاني الرفض وتحمل معاني الغضب حول المسار السابق والذي حصل نتيجة الإنفراد بإصدار قانون الصوت الواحد بإرادة منفردة دون إرادة الأمة وللأسف وما تلاها من أحداث وما تلاها من أحداث للأسف عصفت في الكويت في المجلس المبطل الأول الثاني وفي مجلس ثاتعش وفي مجلس سنتعش واللي اعتقدت واللي اعتقدت الحكومة أن الأمور قد دانت لها وأن الشعب الكويتي قد خبت جذوته فقد خاف مسعاهم لأن الرسالة قد جاءت في خمسة اثنعش من الشعب الكويتي رسالة واضحة مدوية ترفض المسار السابق وتقدم آمالها وطموحاتها لمستقبلها القادم وهو الأمر الذي لم يقرأه الأخ رئيس الوجراء مما أوقعنا في هذا النفق اللي يعلم الله كيف سنخرج منه اليوم عندما جاء في رسالة التجديد اللي جاء في المذكرة التفسيرية للدستور على من يكلف بتشكيل الرزارة أن يراعي رسالة التجديد أن يحترم قرار الأمة لأن هذا القرار جاء من خلال الصناديق احتكام للعملية الديمقراطية فكان من الواجب أن يقف ويقرأ هذه الرسالة ولا يتعالى عليها ولا يجع فيها ولا يناكفها فالشعب الفويتي لا يستحق المناكفة والمجافاة يجب أن تقام بمثل ما نمد أيدينا يجب أن تمد الجسور من قبل الحكومة لمواجهة اليد الممدودة إليهم لكن اللي حصل وللأسف اعتقدوا على غير الحقيقة أنهم قد استحوذوا على القرار الشعبي أنهم استحوذوا على إرادة الأمة وهذه الإرادة عصية لا تلين ولا يمكن أن تفكر ولا يمكن أن تقول اعتقدوا بأن الممارسات الغير مباشرة لوعد الدستور والاستيلاء عليه والاستحواذ عليه باستخدام سلاح المعاملات لتوصيل وعيصال ناس وهذه المعاملات ليست من مخابيهم ولا من أموالهم الخاصة هي من مقدرات الأمة هي من أموال الشعب الكويتي يستخدمونها في علاقة انتهازية مرفوضة تستخدم في علاقة انتهازية مرفوضة لإيصال ناس يمثلون على الأمة ولا يمثلون الأمة من خلال مقدرات الأمة ووقودها ووقودها هو أبناء الأمة وكرامتهم يريدون في هذه العلاقة الانتهازية أن يبهو كرامة المواطن الكويتي رجلاً أو أمرأة باستخدام سلاح المعاملات سلاح وصل إلى سوق النخاسة النخاسة السياسية من من الإنسان الذي يعنينا الآن في مستشن بارك ولا الأميري ولا غيره وما عنده واسطة ما عنده أحد ما عنده متنقف ما عنده نائب فاسد وما عنده مشروع نائب فاسد يوصله كانوا ذنبه هذا الإنسان كانوا ذنبه هذه المرأة الخواتية الموجودة الآن على الأسرة البيضاء ليش تيردون الناس ليش تتمتعون بإذلالهم أنتم ليش ما توصلنا حقوقنا وعندنا بكرامتنا أسوأ ما يمكن أن أراه أسوأ صورة ممكن أن أراها أنني أرى ابن طالب شاب شاب امرأة كويتية تقف على أعتاب مكاتب المسؤولين وهي تستجدي فقط الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة تستجديها ليش هذا الكلام هل أنتم تتمتعون هل تتلذذون هل أنتم تتلذذون باللعب على جراحنا تتبذذون باللعب على آلامنا بيدكم القرار القرار بيدكم تقولي أنا أدور أغلبية من خلال المعاملات بل لم تدى بهم الأمر أنه ليس عندهم نوابهم لا عندهم حاضنة برة تحت عشرين كأن الصف الثالثة يدخلون حق المجلس الأمه وللعسف استمروا هذا الأمر وهذه الحالة من الفساد حالة من الفساد تدب أطنابها هذه الحالة يا أخوان في الحكومة يا أخوان في من يعنيها الأمر امتدت وللعسف استمرئت استخدمت استنسخت من بعض التجار الفاسدين التجار بعض التجار ويقول وليس كلهم فيهم رجال نحترمهم ونجلهم ولكن من بعض الفاسدين بطبيعة الحال تاجر يكون عنده مكتب تدغيق حسابات شي طبيعي يكون عنده مكتب مهامة شي طبيعي لكن يكون عنده نواب يخلصون معاملاته يدافعون عن غضايا يحققون مصالحه إلى أن وصلنا أن أحد أفراد الأسرة يقولنا السؤال صار بفلوس قاعة مجلس الأمة قاعة مجلس الأمة تحولت في قاعة بورصة للمزايدات ولمصالح الفاسدين والمفسدين ولنا في كلام لأخت وزيرة الأشخار خير شاهد على منصة مجلس الأمة قالت هذا الكلام والأخطر من ذلك ترى الأسلحة الفاسدة يا أخوان يا أخوان الذي يعنيكم الأمر ترى هذه الأوراق الفاسدة والأسلحة الفاسدة ترى ترتدي إلينا جميعا ترتدي لصدر الكويت وأبناء الكويت ليش تستخدمون هذه الوسائل لو قال لكم واحد قبل سنة من الممكن يجينا واحد من قال يشتري قواد في الأمن غادة في الأمن رجال يشتريهم شواربهم الحام تصدقون لو يقول لكم واحد إيراني الجنسية يشتري قواه تصدقون هذا الذي انكشف ولذلك كلام الأخوة في المعارضة كلامه في المعارضة كان يوجه لهم للعسف أن هذول يبالغون خلوا يرتد فينا التاريخ إلى الوراء وشوفوا شوفوا الفساد الذي ضرب أطنابه نحن نقول لكم بكل وضوح رسالة أنا أخشى على السلم والأمن الاجتماعي أنا أخشى على يومي هذا أنا أخشى على مستقبلي لأن الفساد ضرب أطنابه إذا الغضاء وصل الفساد إذا أجزت العمل وصلها الفساد وللأسف يتشدقون بمحاسبة الفاسدين والمفسدين يتشدقون لكن الذي يحصل عطوني غضية وحدة وصلت إلى الغضاء بجهود وجهات الرقابية الحكومة الاستثناء الوحيد الاستثناء الوحيد لرجل يجب أن نقف له بكل احترام وتقدير اللي هو الدكتور فهد الراشد الذي يستحق من التقدير هو الذي وقف وكشف غضية كشف السرقات التي تمت في التأمينات الاجتماعية وبالمناسبة الفساد في البلد أنه أيديكم أيديكم لا تؤتمن على المال العام ولا تؤتمنوا لنا في لبن أسرد قضايا الفساد ما نوقف لا الصباح أن نتكلم فيها لكن أيديهم وللأسف الحكومة وين راحت وين امتدت والشي الملسف أنه مو كافي أموال الدولة والأموال العامة لا امتدت إلى العمل الخيري في يوم من الأيام للأسف شككوا في العمل الخيري دعوا إلى أن نتبرع للعراق ودفعوا بالجمعيات الخيرية التي الناس تثق فيها تدفع إليها بزكواتها وصدقاتها وأعمال الخير أدخلوها في أتون العمل السياسي وللأسف بل أموال المتقاعدين الذين لا يبلو يكونها ما حافظوا عليها بدل أن تأتي قامة كما هي قامة المغفور له المرحوم بإذن الله حمد الجوعان ننتقل إلى شخص يجدد له طوال السنوات وبالتالي يحرب بأموالنا فكيف؟ وين الأمانة؟ لذلك أنا أقول اليوم هذا الفساد الذي ضرب أطنابة في الكويت ينبغي أن نتنادى جميعا ونوقف حالة التربص إلى متى؟ إلى متى أنه إياكم؟ إلى متى أنتم متربصين؟ تمارسون هذا الدور الدستور بالنسبة لنا الدستور وجد لكي يطبق يطبق كما كتب لا كما تقرؤونه يطبق كما كتب لا كما تقرؤونه يطبق العم المرحوم حمود زيد الخالد تلك القامة التي علينا أن نفتخر جميعا بالدور الذي قام فيه في لجنة أعداد الدستور وفي المجلس التأسيسي يقول في كلماته الخالدة أن الدستور وجد لكي يطبق لا أن يوضع على الرف واليوم أخواننا في الاعتصام يناهضون ويجاهدون لكي لا يبقى الدستور على الرف ولكن الرسالة الرسالة اللي جاء فيها الشعب الكويت في خمسة اثنى عشر هي ليست رسالة واحدة هي مجموعة رسائل هي مجموعة رسائل ثاني هذه الرسائل واللي يفتخن للشعب الكويتي الحق كل الحق من يفتخر بهذه الرسالة هو إعلان الصقوط المدوي لقانون الصوت الواحد ثلاثة واحد بعد اليوم ثلاثة واحد بعد اليوم هم اليوم يهرولون إلى تعديل قانون الدوار الانتخابية هم اليوم يهرولون إلى تعديل قانون الدوار الانتخابية ليش؟ لأن أسقط في أيديهم هذا الوعي المتقد لجلس الشعب الكويتي حضرت قوة الرأي العام حضرت الإرادة الشعبية فلذلك الآن يبحثون لهم عن مخارج أخرى وملاعب أخرى يدعونا للعب فيها وهذا أمر يدخل في إطار التربص والدستور كلنا نتذكر يوم خمسة يوم الدوار الخمس كلنا نتذكر الدور اللي مارسوه شفتوا شلون عندما استفردوا في جابه الخمسة وعشرين ولما حاولنا بشتى السبل وكنا لا نملك الأغلبية لكن كانت إرادة الشارع في ساحة الإرادة هي التي فرضت الدوار الخمس ولما وصلت إلى قبة عبدالله السالم لأول مرة بالتاريخ أغلبية تستطيع أن تحقق التشريع ما استطاعوا تحملها أربع تشهر أربع تشهر ما تحملها أربع تشهر ما تحملها لكن جاءت رسالة خمسة اثناش من الشاب الكويتي وأن كنا لا نملك أغلبية التشريع لكنها تملك أغلبية الرقابة وها هي اليوم تمارس الدور الرقابي ستة وعشرين صوت أعلنوا عدم تعاونهم مع رئيس الوزراء الوضع الطبيعي أن تنعقد الجلسة ويرفع الأمر ونحتكم إلى سمو أمير البلاد حفظها الله الرعاة وإلى القيادة السياسية لتختار وهي مكنة مطلقة لهم بموجب الدستور ولذلك الأخوة الستة وعشرين عندما أقدموا على أعلان عدم التعاون كانوا يدركون أن هذا الطريق سيؤدي إلى أمرين أما حل المجلس والعودة إلى صناديق الانتخاب أو تأفا رئيس الوزراء ولكننا نحن الآن أمام استقالة وهذا الشأن يخص القيادة السياسية لكن الأمر الذي يعنينا هو أن مجلس الأمة مو محل مو دكان تسكرون على كيف يخبر رئيس الوزراء الأخ رئيس الوزراء الأخ رئيس الوزراء يجب أن يعرف هو زملاء الوزراء أنهم أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم أن الحضور أن الحضور إلى مجلس الأمة هو واجب والتزام أن الذي لا يحضر منهم سيسجل أنه قائم بعذر أو بغير عذر وبالتالي وبالتالي كم شعرت بالأسف أني أقرأ قرار مجلس الوزراء أسبوع الماضي بأن مجلس الوزراء قد انعقد وقد وافق على حضور الجلس الخاص وكأنه يتمنى علينا وصلوا بنا الحال أنك توافق على عقد الجلس هذه إرادة الأمة هذه قاعدة عبد الله السالم هذه الجلسة تنعقد وأنت عليك أن تحضر وأنت عليك أن تحضر في الأحوال العادية لكن الآن أنت مستقيم يسلك حتى حق الحضور هذا مجلس الأمة اليوم من 29 ثلاثة لليوم لم ينعقد وحكومة تصريف العاجل وهي ليس تصريف العاجل من شؤون منصب رئيس الوزراء هل تستحق الكويت أنها تستمر بهذا الوضع؟ نحن من خمسة إلى 12 لأنها يمشكلي ثلاثة وزارات ثلاثة تشكيلات وزارية ما السؤوليتنا حنا؟ شنو المطلوب مني أنا؟ شنو المطلوب مني أنا؟ أكثر من أنا أن أكون مواطن صالح أروح إلى صناديق الانتخاب وحسن الاختيار أكثر من ذلك شنو مطلوب مني؟ ومارس دور الرقابة الشعبية صحيح لكن مطلوب منكم أن تكونوا حكومة رشيدة هل أنتم حكومة رشيدة الآن؟ وضعنا اليوم بالكويت بفترة هذه لا يضاهينا في العالم العربي إلا العراق واللبنان لهم ظروفهم لك حن لا حن عندنا كل المعطيات الإيجابية إذا أردنا أن نستخدمها أولها قدرات وإبداعات وطاقات أبناء وأبنات الكويت اللي يذنون العالم ويقدمون الصور المشرقة لكن للأسف أبيتم إلا أن تستمر حالة التربص والسرع نحن نقول لكم تعالوا إلى كلمة الزواء تعالوا إلى كلمة الزواء نحن نقول لكم أن هذا المنعطف اللي ممر فيه نحن مصرين على تطبيق الدستور ومرتزمين فيه ونتمسك بالشرعية الدستورية بكافة مواد الدستور ولكن اليوم المطلوب من طرفهم بناء إعادة بناء جدار الثقة هذه الثقة اللي أقولها مخلصا وصادقا أنها قد اهتزت طوال الفترات السابقة ممارسات قد اهتزت الثقة أقل ما يمكن أن يقال عنها الدور المطلوب اللي كنت تريدون بناء جدار الثقة وأنا أثني على كلمة الأخم هل المضاف قبل قليل اللي يهدون المرجفين اللي يبون يحاولون الإساءة إلى هذا الحراك الراقي السلمي المظهر الحضاري بأن هذا هو محراك موجه ضد السلطة في البلد وضد النظام الشعب الكويتي الشعب الكويتي هو درع درع للوطن هو سور للنظام الشعب الكويتي سور لقيادته الشعب الكويتي درع لقيادته الشعب الكويتي كما هو درع لوطنه نحن كشعب كويتي كشعب كويتي ما نحتاج أن نخرح للاختبار ما نحتاج أن نوضع للاختبار ما نحتاج أن نقدم براهين على محبتنا هذا الأمر قد انتهينا منا خضعنا للتجربة وأذهلنا العالم أجمع بتلاحمنا حول قيادتنا الشرعية حول قيادتنا حول قيادة البلاد أذهلنا العالم وسمنا الصور المشرقة ونحن تحت أسنة الوجان ورحمة الله على أسرانا ورحمة الله على شهدانا لكن سمخولي على هذه الإطاعة وأقول بأن الدستور ليس نصوص واستشد بكلمة العم الفاضل عبدالطيف الثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي طيب الله ثراه في خطابه في خطابه عندما تم الانتهاء من الدستور في المجلس التأسيسي يقول أن النصوص على عظم أن النصوص على عظم قدرها ليست كل شيء في حياة الشعوب نعم أن النصوص على عظم قدرها ليست كل شيء في حياة الشعوب وإنما العبرة بتطبيقها وبالروح التي تسود هذا التطبيق رحمة الله عليه العم بوذر ولذلك وين 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 روح الروح التي تسود أن مجلس الأمم مسكر من 29 ثلاثة يقول حق النواب روح لبيوتكم روح لبيوتكم روحوا لناديكم لو أبغيناكم تسعين يوم ثمانين يوم ما صارت بتاريخ الكويت ما صارت بتاريخ الكويت نحن نقول علينا أن نراجع ويقول عليكم أن تسعوا في بناء جدار الثقة جدار الثقة قد انهز واليوم أكون صادق وياهم بأن المواطن الكويتي بدأ يشعر بالخوف بالخوف على سلمه وأمن الاجتماعي نتيجة الفساد الذي استشره نتيجة عدم وجود بوصرة واضحة للإدارة نتيجة الوضع المتردي والمتهالك واللي آخرها غياب الاستفراد في القرار وبالتالي تريدون أننا نطمئن أن نستكرون مجلسهم أو نقبل بانفرادكم هذا أمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن يمر على الشعب الكويتين قالوا هل نقبل ونعيد تكرارها اليوم لا يمكن أن نقبل فيه شكرا وأنتم يا حكومة ليس لكم الحق على الإطلاق بالدخول إلى قاعة مجلس لوم والآن قاعة أبد الله السالم لا لجان ممكن قاعة أبد الله السالم لا وبالمستقبل تحضرون إلى قاعة أبد الله السالم بس وين في مقاعد الضيوف نعم مقاعد الضيوف اللي قالت للأمة كلمتها بهم وصل النصاب إلى ستة وعشرين نسألهم موقع في قاعة أبد الله السالم على مقاعد الضيوف أهلاً محاولة على ما قالتني على كلام الأخم هذا المغف ضرب السفين هذا أهم قد عفى عليه الزمن ولا يمكن قبوله بالتالي الميزانية تبقى إلى أن تأتي حكومة حكومة كاملة في الصلاحيات حكومة تمثل سلطة حكم وإدارة الحكومة بالكويت مسلحة بسلطات سلطات غير عادية هي التي تقرر في الشأن اليومي هي التي تصنع القرار في اليوم هي صاحبة اليد العليا والطولة بالتنفيذ نعم المجلس له اليد العليا والطولة بالتشريع لكن هي التي تمارس محملة بسلطات ومسؤوليات خطيرة جداً فإلى أن تأتي الحكومة كاملة الصلاحيات تقوم بواجباتها الدستورية في قاعة مجلس الأمة في خصوص إقرار الميزانية وتحملها أما الحضور الآن ومحاولة العمل واللعب على وطر الوقت والدخول في العطلة الصيفية هي تأجيل المشكلة وتأخير لها والتكلفة تتحملها لكويت وتحملها لكويت وأنا أعتقد ليس من الحصافة بمكان ليس من الحصافة بمكان ولا يجوز لنا يجب أن نتنادى ونعمل في إطار الدستور الذي ارتضيناه دستور نظم آلية ونظم ميكانيكية للعمل والتعامل أنتم حكومة وأنا أعجب وأقول آسفة الإطارة أنا أعجب أنا أعجب أنا أعجب من الحكومة في الكويت الدستور أعطاها حق التصويت في القائل وبالتالي هم أعضاء بحكم وظائفهم هم 16 واحد أي مشروع يريدون تمريرة يحتاجون من 50 عضو 17 واحد في أقصى الحالات يبون 17 عضو 17 عضو من كم من كم يا أخوان من 50 لو أن طالب عندك من هو مدرس فيكم 17 من 50 يعني نسبة النجاح سم 34 من 100 ها 34 من 100 حكومة تحتاج لكي تنجح يجيب 34 من 100 أنا أسألكم فيه معدلات في الدولة هناك كلها في كل مصول التعليم واحد ينجح 34 من 100 وفوق ذلك حتى جوازا أقل من جوازا بمناسبة الانتحانات اليوم 34 من 100 ما جيبون ليش ليش يعني والله لو كان معكم الحق وأنتم تملكون القدرة على تسويق أي مشروع لن تكون هناك موالاهم ومعارضة في الكويت ترى ما في شيء اسمه موالاهم ومعارضة للنظام لا أبدا الالتفاف والالتحام مع النظام هذا الشيء مفروغ منه لكن موالاهم ومعارضة حول المشروع المطروح ليش ما نسير عندكم روح المبادرة ليش ما نسير عندكم القدرة على تسويق أفكاركم ليش إذا المجلس رفض اندروا الشارع فليتنافس المتنافسون ليش ما نتنافس ليش تستخدمون سلاح أنه والله عندنا أعضاء بحسبتنا هالكثر هذولين نجحناهم قاعدين يمشيون معاملاتهم ليش 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 ما تجربون أنتوا ليش يدونون الناس ليش تطوئوا يدينكم بيدين الفاستين هذولين الفاستين كل يوم ينتقلون من بشت إلى بشت يدونون من ظلال بشت إلى ظلال بشت آخر هذا اللي باع داك وتعرفون باعه باعه هذا وراح ينتقلوا للآخر لكن الأخوة المعتصمين قاعدين بعد ظل الله في ظل دستور والقويت وفي ظل قاعة أبد الرسال وفي ظل بجس الأمة فتحية لهم تحييهم هذول اللي واكفين ما هم قاعدين في ظلال فلان وظلال فلان هذول اللي أرادتهم إرادة الأمة أتك بهم إرادة الأمة الحقة نعم ما ينتقلون من هذا إلى ذاك ممثلين لشركات ممثلين لناس فاسدين ممثلين يسعون على الفتات هؤلاء الرجال واقفين وقفتهم على شان شنو على شاني عشانك عشان مستقبلنا عشان أبنانا عشان القادم من الأيام ليش قاعدين تركين بيوتهم وحنا عند الهالينا وفي بيوتنا وفي أمورنا وفي مصالحنا وهم قاعدين لليوم السادس والسابع لكن أنا أقول للحكومة أقول للحكومة تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا إلى كلمة سواء خلونا نجي خلوا من تقاعد عبد الله السالم دار للندوة دارنا تبارى فيها بالأفكار لن تجد مولاة ومعارضة آلية العمل في داخل الدستور الكويتي واضحة تتكلم عن أقلية وأغلبية تنتقل الأقلية هنا ومرة تنتقل الأقلية هناك طبقا للمصلحة طبقا للغرار طبقا للغناعات مو طبقا للولاعات وطبقا للمصالح ومعدين علينا أن نرسخ نرسخ بعد ستين سنة من من العمل بالدستور نرسخ تقاليد تقاليد برلمانية نقبل بالرأي والرأي الآخر نقبل الأقلية تقبل برأي الأقلية والأقلية تحفظ تحفظ حق الأقلية بإبداء رأيها وتتقبلها بروح عالية روح ديمقراطية عالية كما قال جبران سألتم الحقيقة فقيلة لي إن الحق ما اتفق السواد عليه ورضيت بحكم الأكديرية رضاء الوليد بظلم أبوه هذه هي النظرة هذه هي النظرة التي يجب أن تتم لا أن نجي نبتسر الحقيقة ونلوي ذراع الأمة ونحيمن على إرادتها مرة أخرى أقول آسف على الإطالة تشكر على الإطالة رسالتي إلى من يعنيه الأمر رسالتي إلى من يعنيه الأمر نحن وإياكم أسرة الخير الأسرة الكريمة الحاكمة نحن وإياكم لم نكون ولن نكون إلا صفا واحدا لم نكن صفين ولن نكون إلا رقما واحدا لا يقبل الغسمة تمسكنا بالشرعية الدستورية أمر لا مجال فيه للجدل ولا معه ولا حوله وتمسكنا بالشرعية الدستورية أمر مفروغ منه راسق في النفوس قبل النصوص راسق في النفوس قبل النصوص ارتضاها الأباء وتلقيناها كأبناء ارتضاها أباؤنا وتلقيناها كأبناء نقول تعالوا إلى كلمة سواء لنعيد إلى الدستور نعيد للدستور اعتباره ولقاعة عبدالله السالم دورها فالأمواج 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 تتلاطم حولنا والمخاطر تتعاظم تعالوا إلى كلمة سواء لنصحح لنصحح فالهناك من مبادر والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة